عثرة اللي بيمر بها امبي في بدايات المسابقة واللي لعب المباريات الثلاثة الأولى حتى الآن ولم يحقق أي فوز إنما حقق نقطة من مواجهتي الأولى أمام فريق بيرامز بعدما تعدلاء بهدف لكل فريق كان ساعتها مصطفى فتحي ورفيق كابو الزمالك أعلن قائمته الرسمية وجاء البحث عن بعض اللاعبين أن يعودوا من الإصابات أو أن يدعموا القائمة ففوج أجمهور الزمالك بأن القائمة خرج منها اسم مؤثر جديد وهو إمام عشور وأكيد هنقول لكم تفاصيل مهمة في هذا الأمر قائمة الزمالك محمد عواد محمد صبحي في حراسة المرمى خط الدفاع عمر جابر حمزة المثلوسي محمد عبدالغني حسام عبدالمجيد مصطفى الزناري عبدالله جمعة وحاتم سكر الوسط محمد أشرف رؤى زكريا الوردي عمر السيسي يوسف أبو أوباما سيد عبدالله نايمار سيف جعفر أحمد مصطفى زيزو محمود عبدالرازق شيكابالا مصطفى شربي وفي الهجوم سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه إذن بيغيب إبراهيمان داي لسه إصابة بشد في العضلة الخلفية دونجا لسه بيتأهل من غضروف الركبة الوينش إصابة بقطع في وطر الخلفية وهيعمل جراحة في الركبة في إنجلترا تصل الغياب ربما أقصى حاجة إلى 6 أشهر محتاجة سرعة شوية في الإجراءات على مستوى جراحة الركبة بالنسبة للوينش فالتوح إصابة بكسر في عظمة وجه القدم مدة الغياب ما بين 10 أيام إلى 3 أسابيع سامسون أكينولا وعبدالشافي لعدم الجاهزية أما إمام عشور فغيابه بقرار تأدي به إيه اللي حصل؟ من يومين كنا قلنا لكم إن في مشكلة على مستوى الخلاف الخاص بتمديد التعاقد قلنا لكم هنا في برنامج الماتش إن الزمارك عارض على إمام عشور نفس ما عرضته عليه اللجنة المؤقتة اللي قادها الكابتن حسين لبيب واللي مدد التعاقد بقيمة هيحصل بمجابها على ثمانية ملايين جنيه في الموسم لكن لم يوسق هذا التعاقد فبعد ما جت إدارة الزمارك الجديدة القديمة بقيادة الأستاذ مرتضى منصور اتفقوا مع إمام عشور على نفس الرقم اللي متوسقش هنوسقه لكن إمام عشور رأى أن تغيرا قد تم في مسيرته واسمه ونجوميته فطلب رقم مختلف فهنا حصل الاختلاف الزمارك بيقول ده اللي معروض اللعب بيقول ده اللي مطلوب ده اللي عندنا ده اللي عايزه فتوقفت الأمور خلال هذه الفترة بدأ مسؤوله الزمارك يشعرون بأن إمام عشور يعاني من عدم المبالاة وأنه بدأ يتعامل معاملة غير مرضية سواء لفريرة المدير الفني أو لإدارة الزمارك الفنية بقيادة أمير مرتضى منصور حتى جاء موقف جديد النهاردة وهو اللي على شمالي إمام عشور اللي ظهر بمباراة السوبر وهو عمل بعض الخصل الملونة وهو أمر بمناسبة أنا كهاني يعني لا أرى أزمة النهاردة ظهرت في التدريبات بقصة شعر جديدة بهذا اللون فيما وصف بالنيولوك هل دي أزمة؟ ربما إذا أضيف كنيولوك على ما يراه مسؤول الزمارك في الأيام الماضية ممكن يبقى أزمة لكن تعالى نستعرض الأزمة كاملة وإلى أين قد تصل لأن آخر نقطتين في اللي هنقوله دلوقتي أكيد خطيرتين يلا بينا اللي بيحصل في قصة إمام عشور إن إمام عشور غاضب ومستاء مبدئيا من ناحيته بسبب عدم تعديل عقده وزيادته ماليا حتى الآن واشتكى من قبل أكثر من مرة ده موقف إمام اللاعب تواجد داخل التدريبات اليوم بشكل طبيعي بمظهره الجديد بشعر ملون بالأصفر زي على الشمال ده هو ما أثار مسؤول الزمالك الذين يرون أن اللاعب يمر بمرحلة تحتاج إلى تقويم إيه هي؟ نقول لكم مصدر في الزمالك قال للماتش النهاردة إن اللاعب اعتاد التأخر عن التدريبات مؤخرا ويظهر بشكل في عدم مبالاة وإن في تدريبات اليوم ما نعلمه إحنا وابخ شيكابالا إمام عشور على بعض الأمور منها اللوك ده تطور الأمر إلى مشادة عنيفة ما بين قائد الفريق واللاعب الشاب أصفرت عن إصدار قرار باستبعاد إمام من مباراة إمبي إمام عشور غادر الميران وقرر في ريرا وأمير مرتضى استبعاده بقرار تأذيبي حتى الآن دون أن يخرج قرار بالتحقيق أو الإيقاف يعني مبدئيا كده الغياب عن مباراة بكرة ما بعد ده هنشوف لكن الأكيد أن اللاعب سليم تماما ولا يعاني من أي إصابة عايز تسمع مفاجأة؟ المفاجأة أن بحسب مصدر في الزمالك هناك اتجاه قوي داخل النادي لعدم تعديل تعاقد اللاعب ولا حتى تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل النادي يرى أن اللاعب من أول اللي جاي ده على لسام مصدر يسير في اتجاه خاطئ وأن اللاعب يرفض كل محاولات تعديل مساره الخاطئ وهو ما يجعل استمراره مع الفريق ضرره أكثر من نفعه ده نصا ما قاله لنا مصدر مسؤول في نادي الزمالك لا أحد يختلف بكل تأكيد أبدا على قيمة إمام عشور الفنية على موهبة إمام عشور ربما ممكن نتكلم بقى على أن اللاعب محتاج شوية انضباط تكتيكي داخل الملعب أن المجهود الوفير اللي بيقدمه ده ده اللي قاله فريرة مش أنا في أحد المؤتمرات الصحفية محتاج أنه يتم توجيهه أكتر لمصلحة الفريق أنت خلي بالك اعتمادك على الصحة وعلى الشباب وعلى الموهبة لو فضل ماشي بالشكل ده سنوات عمرك داخل الملعب مش هتبقى كتير أنت محتاج أنك إزاي توجه الموهبة والمجهود بالشكل اللي يخدم الفريق ويطول سنوات عمرك وبالتالي فريرة ما قاله هو أمر فنيا 100% صحيح لكن الزمالك شايف أنه دي مشكلة وإداريا شايف أنه عند اللاعب مشكلة تانية وهي أنه لا يبالي وهي أنه شوية من وجهة نظرهم شايف نفسه داخل الفرقة بشكل سيدره ويدر الفريق وعلشان كده حتى الآن بيتجه الزمالك إلى عدم تمديد أو تعديل أو تجديد تعاقد اللاعب ده مش معناها أن النهاية قريبة لكن معناها أن النهاية من ضمن احتمالات قائمة من ضمنها بكل تأكيد أن اللاعب الدنيا تبقى كويسا بينهم وبين الزمالك سواء إداريا أو فنيا أو أخلاقيا شكرا